ده بيتكلم ده خبر اقتصادي الحقيقة وهو خبر كويس عن سبات تصنيف مصر الاقتصادي وتحسن الاقتصاد خلال عامين يعني أكدت وكالة فتش للتصنيف الاقتماني ده سبات التصنيف الاقتماني لمصر تحديدا وده كان حاجة مهمة جدا حصل تدهور للتصنيف الاقتماني في مصر خلال السنين اللي فاتت لكن في تصنيفات فتش حددت ان حصل سبات للتصنيف بفضل التطورات السياسية والتعادلات الاقتصادية الأخيرة لأنها استبعدت رفع التصنيف ده كان كويس انه على الاقل حصل سبات ما حصلش تدهور زي السنين اللي فاتت توقعت الوكالة في تقريرها ان الاداء الاقتصادي هتحسن خلال العامين اللي جايين لانه رغم التحسن هيبقى يفضل اضعف من سنة 2010 لكن هيحصل تطورات سياسية وردي بدأت فيها تطورات سياسية زي اقرار الدستور والتعادلات الاقتصادية اللي حصلت في مصر ده خلى استقرار التصنيف الاقتماني لمصر ويذكر انه في نهار الماضي الحقيقة رجعت الوكالة نظرتها المستقبلية للاختراض الطويل الامد في مصر من سالب لمستقر وده حاجة مهمة جدا انه يبقى تصنفنا يطلع من سالب لمستقر تصنفنا الاقتماني وده اول مرة تحصل من 3 سنين فده خبرك يا ساوي للزسمار والحاجة خبر مباشر يا مستهل يا رب عبال الفترة اللي جاي كمان يبقى احسن واحسن